استعرضت لجنة فتح المضاريف بمحافظة شبوة في اجتماع لها برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الرب هشلا ناصر استعرضت العطاءات المقدمة لتنفيذ مشروع مبنى كلية الطب البشري بالجامعة وخلال الاجتماع كدأ أمين عام محلي محافظة شبوة على أهمية وحيوية هذا المشروع الذي يعتبر النواء الأولى لمشروعات المدينة الجامعية بمحافظة شبوة داعيان الجهة التي سيرسو عليها عطاء تنفيذ المشروع إلى الالتزام بالمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة وسرعة إنجازه خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك